الحدود الشرقية الجزائرية على مستوى مركزي الطارف بأمة بولو العيون تشهد خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الحالي غزواً جزائرياً نحو تونس منقطع النظير ما تسبب في حالة طوارئ نتيجة الطوابير الطويلة للسيارات ما ألزم المسافرين انتظار ساعات وساعات من أجل العبور إلى البلد الجار لقضاء رأس السنة الميلادية تضمر كبير وسط المسافرين لطوابير السيارات وداخل المراكز لختم جوازات السفر ما أدى إلى تدافع المسافرين في صور أقل ما يقال عنها أنها مخجلة المعاناة في المركز الحدودي ربما لا ينسيها سوى الاستقبال الحار من التونسيين الذين يدركون جيداً أن أمل نجاح السياحة بين أيدي الجزائريين الذين لا يترددون في السفر نحوها في كل الظروف ما يجعل الترحاب مفروضاً ولو بأوامر فوقية مصادر موثوقة من مركزي العيون وأم طبول أكدت أن الأيام الثالثة الأخيرة لسنة 2016 شهدت ارتفاعاً قياسياً لعدد المسافرين إلى تونس وأن المعدلة قد وصل إلى زهاء ألف سيارة يومياً عبر كل مركز وهو أكبر دليل على أن قاموس الجزائريين لا يحمل مصطلح التقشف وأن الأغلبية تبحث عن بداية سنة سعيدة ولو بالدفع بالعملة الصعبة شكراً للمشاهدة